على الرغم من الثروات الهائلة التي ينعم بها العراق والتي يمكن أن تجعله في مصاف الدول في العالم إلا أن الملايين من سكانه ما زالوا يقبعون تحت خط الفقر بسبب فوضى الواقع السياسي والفساد الحكومي وانشغال الأحزاب والكتل بمصالحها منذ عام 2003 وحتى الآن مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار إحدى مناطق العراق التي يعاني الكثير من أهلها ارتفاع عن سبيل فقر وعدم قدرتهم على توفير مستلزمات الحياة الكريمة يعني يردونهم يقولون ليس قاعدة مثل هاي قاعدة نحن نحن العراق البلد ماكو أغلى من عنده ماكو بكل دوقت ماكو أغلى من العراق هذا حال نحن اللي مجدي واللي ما عنده واللي حتى ضعيفة ليش ونحن بلد العراق كبرة كبرة عرضة حتى القضاءاتنا ينطنيها شيء دفعة ولا دفعة حتى لا ينطني كل القضاءات ينطنيها أهالي الفلوجة عبروا عن استيائهم من تجاهل السلطات لمعاناتهم بينما أكدوا عدم جدية الحكومة بحل أزمة الفقر المتنامية في البلاد كل شيء وضعنا لا مسؤول جانا لا أحد جانا يعني وضعنا حيل تحت الصفر كلها رامل ويتامع وما أحد لا مربينة لا أحد جانا لا أحد يسألنا يقول ما معتازين ما معتازين ما أحد طبون منها يطلعون مننا وإحنا وضعنا حيل تعبالة تحت الصفر والله لا أحد يسألنا لا مسؤول لا شيء وتعبالها كلية العوائل تعبال هنا كلية تهي يعني منتهي رايحة بالفلوجة ولا مع جسم فلوسكو وحكومة شي ساولها حتى نتصور الحكومة كوش يجي ارتفاع معدلات الفقر في الفلوجة دفع أهلها للمطالبة بتوفير الدعم لهم وتخصيص رواتب شهرية لإعالتهم وعوائلهم لتحمل ظروف الحياة الصعبة اللي راكب أجزز واللي راكب سيارة واللي اللي اللي وإلى آخره أنا مستحق أنا أريد لروايتي بحفظ كرامتي بي أنا وعويلي يعني راتبك ما نقول 250 خافتين قلب الدنيا 150 ألف أعيش بي عائلتي وأعيش بكرامة ليش يتلتش على ذاك وعلى هذا ويخال ويعمي على شنو ليش ليش أنا مو عراقي مو عراقي سكتوا للجنسية العراقية وأخذ عويل وأطلع برا وبالعودة إلى ثروات العراق الكثيرة فإنها لم تمنع من انهيار الوضع المالي فيه والذي يشهد ارتفاعا غير مسبوقا في معدلات الفقر والتي وصلت إلى 35% بحسب وزارة التخطيط الحالية بينما توقعت الأمم المتحدة تضاعف المعدلات إلى 40% بسبب الأزمات التي يمر بها العراق واحتلاله المركز الأول بين الدول الأكثر فسادا وفق منظمة الشفافية الدولية اشتركوا في القناة